شكلت رياضة الغولف في مملكة البحرين فرصة لانطلاق العديد من المواهب الشبابية الواعدة لتمارس هواياتها وتنطلق على أيدي مدربين وطنيين باتجاه البطولات العربية والعالمية لترفع علم مملكة البحرين عالياً في المحافل الرياضية رياضة الغولف رياضة تمارس على مساحات كبيرة تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجار مائية تحكمها مجموعة من القوانين والقواعد التي تختلف كلياً عن قيرها من ألعاب الكرة الأخرى فهذه اللعبة الفردية التاريخية التي يمارسها وتغبل عليها مختلف الفئات العمرية في مملكة البحرين بدأت تزدهر بشكل تدريجي وذلك بفضل اهتمام ودعم جلالة الملك المفدى حفظه الله فنادي البحرين للغولف أصبح اليوم أحد المواقع الاستراتيجية الخليجية والعربية والعالمية لتعلم الغولف نظراً لحرصه الدائم على تشجيع ممارسي هذه الرياضة وسقل مهاراتهم من خلال تطبيق العديد من البرامج الرامية إلى تكوين جيل مستقبلي قادر على المحافظة على الإنجازات البحرينية التي حققتها هذه الرياضة القولف بدأت في الستينات كان النادي عبارة عن لاجنة في نادي الرفاع الشرقي لعبة القولف لعبة فردية تحتاج إلى مهارات معينة فبالتالي لا بد أن الواحد يكون قبل أن يمارس اللعبة هذه يكون يحب اللعبة عنده شقف عنده حب اللعبة اليوم لعبة القولف دخلنا حتى في مجال التحكيم السعب الرئيسي وراء تطور القولف ومستوى اللعبين هو صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى الخليفة وتلعب رياضة القولف عن طريق التعامل مع التضاريس المتنوعة ويعتبر الفائز بها هو من يدخل الكرة بالحفرة بأقل عدد من الضربات حيث أنها تعتمد على الأتكيت وأداب السلوك ناهيك عن التركيز والمرونة والثبات وضبط النفس ملعبنا هنا تكون من 71 ضربة كيف تحسب 71 ضربة؟ عندنا 18 حفرة الحفرة الأولى 4 ضربات الحفرة الثانية 4 ضربات الحفرة الثالثة 3 ضربات الحفرة الثالثة 4 ضربة الحفرة الخامسة 5 ضربة فلينما تخلص 18 حفرة يكون العدد 71 الفائز يكون بدون نقاط التكافأ أنا خلصت 69 69 يعني 2 ضربتين تحت المعدد هذه كأفضل نتيجة يعتبر عن الأول بداية الجولف أنا عمري أربع سنوات والحمد لله لأيومي هذي أنا لاعب في المنتخب ومشاركي مع المنتخب في بطولة عديدة بطولة تايلاند المفتوحة مرتين بطولة النمو ركب في ماليزيا بطولة أسيوية اللي اكتسابته من لعبة الجولف طبعا الصبر تتحدى نفسك عشان أنت تتطور قبل ما تتحدى المالعب وخاصمك لازم نحن أنا كل لعب جولف أكون بطلع على الأحوال الجوية وأشوف مدى سرعة الرياح لأن الرياح في لعبة الجولف شي ضروري لعبة الجولف تتطلب مرونة كبيرة وفي نفس الوقت تتطلب قوة وتكشف رياضة الجولف في مملكة البحرين عن المستقبل المشرق الذي ينتظر قطاع الرياضة لزيادة ممارسيها على خطى استراتيجية الاستدامة والتي تأتي بدعم من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة من خلال توفير الأجواء الكافيرة بنموها وازدهارها ما سيسهم في تحويل اللاعبين إلى محترفين يمثلون المملكة بصورة تشرف إسرة الجولف البحرينية في جميع المحافل الرياضية رياضة تاريخية عالمية تمارس في الهواء الطلق بدأت تنمو بشكل تدريجي في مملكة البحرين وذلك بفضل اهتمام ورعاية لاعبها الأول سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه من أجل رفعة عالم مملكة البحرين عاليا في جميع المحافل العالمية والدولية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر